في عندي هنا الجزء لونه اسود برضو ده هيبقى مش خامة معينة وهو ممكن يبقى الدرجة لون بس اللي هو اللون الاسود انا ده هانت عليه اللون اسود على الجبس ده بحيث عندي جبس ابيض وبعدين البطنية اللي هنا دي اديتها اللون اسود وبعدين السقف اديته للون الابيض تاني فاخد الجزء ده وهديله نفس الخامة بس لونها اسود فممكن اقول له كده بيتشايف عند البلوك عندي بس محتاج راجع تاني الاسلوتات وهاخد منها بالشكل ده مجرد بس ما بضغط عليها واسحة بقى حطها جنبها هو كده هو كده اخد منها نسخة هغير الاسم وممكن اسميها او ممكن اسميها زيرو اتنين بالشكل ده واروح هنا على اقول له مش محتاج هنا بقى انا ما بديه لأ مش محتاج كمان المابة اللي فوق دي بس لو لو سبناها عادي مش هيبقى فيه مشكلة يعني بس خلينا نشيلها انا محتاج المابة دي بتبقى لونها اسود يبقى الخامة دي قصدي لونها اسود فهروح على من هنا وقول له محتاجها سودة كده بالشكل ده بس طبعا ما فيش حاجة عندنا في الواقع لونها اسود بالشكل ده ولا في حاجة اصلا في تبقى بالدرجة دي ممكن اقول له سبعة بيبقى كويس ولو انا حسيته فاتح ممكن اغمقه اللون ده ممكن اخليه اتنين بالشكل ده وقول له اوكي بس كده كده بقى معي نفس الخامة بس لونها اسود لما كنت بقولك لما بضفت لها نعكاس خليني كده ألغي تاني الجلوس نص لان هنا بتبقى بينه وبالغي اللي نعكاس لما لغيت اللي نعكاس ما عادش في هنا نعكاس في الخامة فبقت ميتها قوي عشان كده قلت لازم تبقى في النص مثلا قلت له اوكي لما عملت لها نعكاس بقى اعملها لي زي الميتل او زي البلاستيك او زي الازاز فبالتالي قلت له لأ مش محتاج انه يكون اللمع بالشكل ده انا محتاج اللمع تكون مطفية شوية اللمع تكون بتفرش عندي على البروك بتاعي فقلت له هاجي على الجلوس نص هنا وقلت له قلل الجلوس نص فكل ما بقلل مسلا بوينت سبعة هتلاقيها بتانعم شوية فانا قلت ابوينت ستة بالشكل ده كده بقت انعم ما نساش طبعا احطها البلوك بتاعي او في دابيو ماب هقول له بست انستنس لان هي نفس المابة طالما انا لسه بشتغل على نفس الصورة او المابة اللي انا اشغال بيها هيها نفسها لسه اللي في البومب او لسه في الديفيوز هي هيها فانا لسه دايما بحط نفس بست انستنس لنفس ال او في دابيو ماب اقول له كاميرا وارجع تاني من الايزوليت محتاج دلوقتي خامة خشب هتكون هنا طبعا بحطها من نفس الرفرنس اللي انا ببقى مختاره اللي انا بعمل منه تغذية او اللي انا بشتغل منه على الفراغ معايا او اللي مدهوني العميل فاروح عندي على الماتيريال بتاعتي وهبتدي اشوف اقرب خامة خشب وهشتغل بيها لو قلت مثلا ان انا هشتغل بالخامة دي اضغط اكس وقول له محتاج الخامة دي هتأكد بس ان انا واخدها هنا على السلطة بتاعتها الماتيريال كمان مش محتاج هلغيها واختر من هنا فاضية وقول له بعد كده خلاص مش محتاج في حاجة ممكن نزله تحت او اقفله بالشكل ده كده هاخد خامة الخشب وحطها عندي على الخشب طبعا مش موجود على فبالتالي ممكن ناخدها كده ايزوليت لوحدها بس الاول بعد كده طبعا قدامي ريفرانس وحاول يكون شكله واقعي او اجيب ريفرانس من صورة متصورة فعلا لنفس خامة الخشب بحيث ان بتاع الخشب يبقى واقع شوية اقول له وقول له محتاجه طبعا الصورة دايما هتبقى عندي برضو مربعة ودي صورة بكودتها عالية شوية لو شفناها بالشكل ده كده مربعة تقريبا يعني ممكن تكون فور كي فخلينا هنقول له مسلا اربعمائة سنتي في ربعمائة في ربعمائة بالشكل ده كده طبعا مش الابعاد اللي ممكن اقول عليها ان هي مزبوطة على طول لا هروح على الجزم وبس كده وهروح على الروتات والف الخشب بالشكل ده كده يبقى واقف بالشكل ده كده لو مش محتاج تعمل روتات ممكن تجي من الواي من الاكس فهو على الاكس يكون مزبوط من كده تمام طبع هل هي دي بتكون شكلها كده في الحقيقة لا طبعا دي ضخمة جدا ومكررة فبالتالي اه ربعمائة سنتي دي كبير هاوي لو ممكن اقول له مسلا امتين وخمسين في امتين وخمسين امتين وخمسين يعني الى حد ما شكلها طبيعي هنا بقى دلوقتي محتاج أشوف انا الحادث اللي هتزهر معاياوة الحجث اللي مش محتاجة هتزهر معايا من الاجزائة الغمئة دي كذلك محتاج اعرف ايه الاجزائة اللي هتبقى عندي غمئة او ايه اجزاء هتبقى عندي فتحة فهروح من الجزم ومن هنا كده هبدأ اعمل موف عندي للخشب بالشكل ده كده طبعا هو مكمل بعضه فشكله غريب اوي هروح ايزولت تاني بس مسلا اشوف ايه الاكساء اللي محتاجها تزهر معايا فممكن اقول ممكن تبقى بشكلها بالشكل ده كده ممكن اخدها تحت هنا كده شكلها غريب قوي كمان انه في حيطة وره شكلها لونها فممكن اعمل سلكت بس على حيطة اللي في الظهر دي ممكن ادلها نفس الخامل اللي لونها اسود اللي هنا دي وهطلع كمان نفس الUVW ماب ممكن اخد الUVW ماب احركوا فوق هنا كده شوية من الجزمه بس طبعا هي بين لونها بالبومب فممكن عشان اظهرها بس باللون الاسود ممكن الغي الشو من هنا وارجع لو رحت هنا مش هقدر اقول له شو فبالتاني مش هقدر اشوف اللون الجري ده فممكن اخده من هنا وحطه بره هنا واقول له شو بس الخامل في بيدهاني لونها اسود بالشكل ده كده بحيس ان هي تبان معي لونها اسود هنا في الviewport لو انت محتاج ان هي تكون كمان الاكساء بتاعها يكون خشب فما فيش مشكلة ممكن تخطى لها خشب بس عشان تبان معي بس في الviewport عندي انا محتاج اتكون شكلها كده الضف دلوقتي جي الوقت بقى ان احنا هنبدأ نحدد هلانا محتاج الحتة اللي هي الجزء السلد الكبير هنا ده ده فمحتاج ان انا اقل غي هروح على وقول له مش محتاج الحتة الغامق ليه مش محتاج كمان اساس ان اجي ممكن تيجي هنا خلاص كده ممكن اخد عزوريت بقى وبدأ اعدل على الاجزاء اللي طبعا المفروض ان الجزء اللي انا خدته هنا ده اغطى حتة تحت تالي هي دي ممكن اعمل سلكت هنا كمان بضغط بس ضغطتين ورا بعض فبالتالي بيعمل اول مرة سلكت على دي انا ضغطة هنا مرتين بيعمل لي سلكت على الجزئية لما بيكون تحتها بالشكل ده كده ممكن اخد دول كده اخدهم موف نحية الشمال شوية ممكن اخد القطعة دي القطعة دي واقول له كنترول شفت اخدهم موف هنا اوكي كذلك بقى هنا برضو محتاج اتكابي تلاتة دول جنبهم هنا تاني حيث لو انا دلوقتي رجعت تاني الكرييت وراحت الكاميرا اضغط ايزوليت الوضع بالشكل ده كده تمام الى حد ما الدنيا شكلها لطيف بس بقى محتاج احدد انهي الحادثة اللي هتبقى اغمى وانهي الحادثة اللي هتبقى افتح ما قلنا مسلا هنيجي على البلوك بتاعنا كده واروح الالت بولي هنا اختار الاجزاء اللي هتبقى افتح جدا فممكن اختار دي بكنترول بالشكل ده كده دول مسلا هيبقوا افتح حاجة كزلك لو جيت خدت هنا مسلا الاجزاء دي تلاتة فتحة كزلك لو خدت هنا كزا واحدة كده خلاص كده تمام دي الاجزاء اللي انا محتاج اعمل لها دي قتاش محتاج افصلها بحيس ان انا ابقى اعرف ان هي دي الحادثة اللي هتبقى فتحة جدا فبالتالي هروح من هنا اقول له دي قتاش بيقول لي دي قتاش ازا كلون اقول له لأ دي قتاش اه برضو مش محتاجة اقول له اوكي بالشكل ده كده بحيس انه يبقى عندي الاجزاء اللي اتفصلت هي اتفصلت خالص بالشكل ده كده عن الكتلة بتاعتي لو انت يعني حاسس انك هتبقى تايه فيهم فممكن تجي من البداية دلوقتي بس سريعا هتاخد نسخة من الخيمة بتاعت الخشب هتقول له ان النسخة دي ممكن بقى نصغر الاسم شوية بلاش الاسم ده ممكن اقول له زيروتو وتبقى دي قتاني ممكن نسامي دي زيرو ون يبقى انا عندي زيرو ون ممكن تبقى هي الديفولت بتاعتي زيروتو ممكن تبقى هي افتح حاجة فهروح من هنا من الديفيوز هضغط على الماب هضغط على البيتماب وهقول له color correction طبعا وبفتح هنا عندي color correction لان اخر مرة اخترت color correction بيجي من maps وبعد كده من general وبعد كده بروح بلاقي هنا في color correction بقول له اوكي اوكي بالشكل ده كده في color correction بقدر بقى ان انا اتحكم شوية في الخامة نفس في الماب نفسا انها تفتح الخامة او تقفلة فممكن انزل الخامة دي عندي على الابزاق الجديدة هنا واقول له بس show وهبدأ انا اتحكم فيها من هنا من brightness فممكن ازود brightness ممكن اقلوه شوية بالشكل ده كده بس فرقة الالوان بحيث ان انا اخد بالي اللي بيحصل ممكن ادالها contrast اتنين مثلا ثلاثة بالشكل ده كده ويبقى عندي brightness خمسة طب ستة طبعا وقت ال render ممكن الكلام ده يختلف خالص لانه في render وقت ال render وقت ما الصورة بتطلع لي فعلا ممكن اغير رأي في خامة الخشب او اغير رأي في ال contrast ما بين الالوان طيب فرد انا انا محتاج ازود هنا اجزاء كمان افتح فممكن اروح على الجزء الاساسي بتاعي واروح هنا على ال element وابدأ امسك كمان اجزاء بالشكل ده كده واقول له دي قتاش تاني واقول له تمام اوكي واروح اضيفها على طول ال element اللي انا كنت فصلته في الاول وفتحته واقول له قتاش واضيفه لده كده وقال له محتاجهم بس الاتنين يكونوا خامة واحدة بالشكل ده بعد كده هلغي قتاش عشان بس قادر اعمل براحتي اوكي بالشكل ده الدنيا الطف محتاج كمان خامة باركيه فعندي من الرفرنس بشوف البركيه المستخدم ايه ولو العميل كمان محتاج باركيه فاوكي الدنيا تبقى ماشية معايا لو اما لو العميل هيحتاج مثلا لرخام فبقدر ان انا هشوف خامة رخام تكون مناسبة للفراغ بتاعي او تبقى مناسبة للرفرنس اللي انا اجايبه بحيس انه بناسبة كبيرة هتبقى متوافقة معايا بحيس انه لما اجي اعمل تست تبقى الدنيا سهلة شوية انه هغير بس في خاميات بسيطة ومعينة يبقى الموضوع معايا بسيط فرح هتعلن البلوجنز وهفتح البركيه وهبتدي اشوف خامة باركيه تكون مناسبة للفراغ عندي فمطلوب مني ان انا نستخدم خامة باركيه تكون باللون ده كده بالشكل ده بالتأسيمة دي فبالتالي هي دي اللي هختارها اختار هنا عندي سلوت تفاضية وهروح على السلوت برضو من هنا وقاله اوكي بالشكل ده خلاص بس محتاج ان انا اضيف البركيه عندي على الارض هنا فهعمل سلكت للارض واقول له ايزوليت واطلع طب واحط الخامة عندي كده بالشكل ده بعد كده خلاص مش محتاج الخامة محتاج دلوقتي بس اعرف حجم القطع الواحدة دي القطع الواحدة من البركيه هتبقى كام في كام ابعاد القطع الواحدة وبعد كده هروح احط يوفي دابيو ماب واقول له بوكس بالشكل ده كده وابدأ اتحكم في ابعاد الوافي دابيو ماب بتاعي بحيس ان اصبت بتاع البركيه عندي هنا اراح بس ارسم هنا بوكس والبوكس ده هتبقى العرض بتاع الواحدة القطع الواحدة خمستاشر سانتي اللي الطول بتاعها ستين بعد كده هاخدها بالشكل ده كده بحيس ان اخد مقاس قطعة واحدة بس وازبطها وبالتالي يبقى انا كده ازبطت كل القطعة طبعا القطعة الواحدة ممكن تكون كده الى حد ما مظبوطة شوية محتاجة بس سنة شوية بالشكل ده كده تقريبا بالشكل ده كده تمام اقول ايزوليت خلاص اروح للكاميرا وبعد كده اقول ايزوليت رجعت انا كده للفراغ عندي تمام كده هنستكفي كده ونكمل بيزنان المرة الجاي في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديو زي اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد شكرا